الأرض البور هنا في جنوب شرق بلدية لواب ولاية بسكرة صارت خضراء نظرة بفضل سواعد في اللحين خدموها قبل أن تأتيهم المفاجأة غير السارة هذه الأرض كما ركت تشوف فيها كانت سحرة جئنا احنا في الـ 85 عمرناها ابننا رانا ساكنين من هنا من الـ 85 جاءونا ناس يقولوا احنا راهي البلدية عطيتنا هذا التراب ترى من هؤلاء المستفدين ما هي وظائفهم مستثمرونهم أم فلاحون محترفون هذا الناس اللي يدعو الاستفادة ناس موظفين كامل رهم إطارات في الدولة فيهم اللي راهو يخدم في مجلس القضاء وفيهم اللي راهو يخدم في معلم وفيهم الأستاذ المعنيون تحركوا في جميع الاتجاهات رسلوا السلطات المعنية أملا في رد ينصفهم المورس اللي قرأ درناها عندها 12 يوم درناها الوالي ورانا تستنى وباش يعيطونا في انتظار الردود يبقى النزاع بين الفلاحين والمستفيدين المزعومين يتطور إلى حد التهديد جيت صباحنا البيوت جاء لقيت الشارجور يخدم ما لا وقفته السيد هذا اللي بعث الشارجور قال لي من العشية ندخلك الحبس الغريب في الأمر هو أن لا أحد اقترب من هؤلاء الفلاحين طيلة مدة استغلالهم لهذه الأراضي إلا في الأونة الأخيرة 22 فلاح أكثر في هذه البلاسة واحد ما جاء قلنا أخرجوا والله لا أرد ما هيش انتعكم ما كان حتى واحد أهدر معنا لسان حال هؤلاء الفلاحين يعيد المثل القائل جاما تالي قال يا مالي لكن للقانون سلطته وسلطة القانون بيد الهيئة التنفيذية ترجمة نانسي قنقر